تحت الشعار رؤية وطنية وقعية للحل المنشود وإنقاذ العراق عقد في مدينة إسطنبول المؤتمر الثالث للميثاق الوطني العراقي لتسليط الضوء على مآسي الشعب العراقي ومعاناته المستمرة منذ احتلال البلاد عام 2003 إن ثالث الشر الاحتلال والعملية السياسية والدستور الذي كتابه المحتل لم يجن العراقيون منها إلا الدمار الشامل في كل نواحي الحياة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي مكي نزال عضو اللجنة العلية للميثاق الوطني العراقي أكد أن المؤتمر يسعى إلى جمع أكبر عدد من الشرفاء في العراق والعالم العربي أهداف المؤتمر هي جمع أكبر عدد من الشرفاء في العراق والعالم العربي والحقيقة جمعنا وجاءوناهم طوعا بعضهم وكانت تجمعا مباركا ونرى أن المؤتمر حقق هدفه في جمع هذه الوجوه الطيبة وهذه القامات ثم في إيصال رسالة العراقيين في الخارج إلى الداخل وفي الداخل إلى الخارج لأن الطرفين كانوا حاضرين بقوة في هذا المؤتمر تزامن العقاد مؤتمر الميثاق الوطني مع تنظيم شباب ثورة تشرين تظاهرات حاشدة في بغداد ومحافظات عراقية أخرى في الذكرى الثالثة لانطلاق الثورة نحن الآن في 11 شبابنا في شوارع وساحات بغداد يعملون من أجل مستقبلهم من أجل خلاصهم من أجل حريتهم من أجل استقلالهم من أجل قطع يدي وأرجل السراق الذين يسرقونه على مدى 20 سنة ونحن هنا نقف من أجل أن نطرح الأمل نفتح باب الأمل وأن ندعم إخوتنا في الداخل اختتم الميثاق الوطني مؤتمره الثالث وقد شدد على حق الشعب العراقي في التظاهر ومحاسبة من تورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحقه من قتل وتهجير وتغييب واختطاف ورفض استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول المنطقة